هاي هون العلاقة الـ Non-Linear وال-Linearized نقولنا هون H نعملها linearization حوالي ال-point 1 فال-point 1 لما يمر في ال-point 1 هاي هي القيمة القيمة كانت تقريباً ال-flow ال-steady state flow كان 2.5 10 to the minus 5 cubic meters per second اللي هو تقريباً 25 سنتيمتر مكاعد بالثاني عند هاي النقطة تقريباً H bar رحكون تقريباً 0.1 10 سنتيمتر هاي العلاقة الـ Non-Linear وهي العلاقة ال-Linearized أخذنا عند النقطة هاي طلعنا المشتقة الأولى طلعنا خط مستقيم هلا كان بإمكاننا نطلع بشيك المشتقة التاني نظبوط بالـ Taylor series expansion كان بإمكاني أعملها expansion لأكتر من المشتقة الأولى أخدتوه عشان أخدتوه إيه قوتيها بقدر أني أكمل كمان وأستعمل المشتقة التاني بس أنا هون استعمل أخذت المشتقة الأولى أخدت المشتقة الأولى أخذت المشتقة الأولى واملنا هاي بصار بالمنطقة هاي تقريباً ما فيش فرق كثير بين المعادلة الأولى والمعادلة التانية إلا طبعاً إذا نزلت لقية مصغيرة جداً أو طلعت لقية مكبيرة جداً منهم بس حولين هاي النقطة بس الثمن اللي دفعته كمان لنه صار لازم أشتغل لما بعمل حولين steady state operating point جديده 0.1 2.5 times 10 to the minus 5 أوكي هذا الاختلاف الأساسي بصار بالحال نهاية